اللي قدامكم دي مدينة خفي عاصمة مقاطعة أنهوي وأكبر مدنها في شرق الصين في 2017 الصينيين بدأوا يبنوا في المدينة دي برنامج سري ما كانش حد يعرف عنه حاجة فضل البرنامج ده محطة سرية لمدة 3 سنين لحد أواخر أكتوبر 2020 لما الصينيين أعلنوا عن الخطة الخمسية اللي 14 للدولة خلال اجتماع اللجنة المركزية التاسعة 10 للحزب الشيوعي الحاجة الخطة الخمسية دي هي مجموعة من الأهداف الاقتصادية الكبرى اللي المفروض تحققها الصين في 5 سنين بس من 2021 ل2025 من ضمنها أهداف مهمة وخطيرة متعلقة بالبحث والتطوير اللي هو ساحة الصراع الرئيسية بين الصين وامريكا الصينيين حددوا 7 مجالات رئيسية في العلوم والتكنولوجيا كأولوية قصو أول مجال فيهم كان أساسه البرنامج السر اللي شغالين عليه وقتها بقالهم 3 سنين واسمه برنامج الكوانتم الوطن الصيني China's National Quantum Program بدأوا يشتغلوا عليه زي ما قلت لكم من 2017 في منشأة أبحاث كام ضخمة في مدينة خفي وباقت المدينة دي هي المقر الرئيسي للبرنامج الصيني المزهل اللي صدم الأمريكيين والأوروبيين بتقدم الصينيين في تكنولوجيا الكام في الفترة دي الرئيس الصيني شي جينبينج قابل بعض كبار علماء فيزياء الكام السينيين وقالوهم نصاً إن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية وإن البحث في المجال الكمي هيكون بمثابة يعني بمثابة قطعة متقدمة موضوعة على اللوحة عارفين الرئيس الصيني يقصد إيه بالكلمة دي يا أخوانا؟ يقصد لوح لعبة جو الصينية واحدة من أكثر الألعاب الاستراتيجية تعقيداً في العالم ممكن قطعة فيها تكون موجودة في منطقة معينة مش مهمة في البداية ولكنها بتقدر تساعد في تحقيق النصر في النهاية الرئيس الصيني بيقول إن برنامج الكوانتم الصيني هيكون زي القطعة دي كده بعد الكشف عن البرنامج الصيني المتطور جداً بدأت حرب مستعرة بين الأمريكيين المصدومين من ناحية وبين الصينيين في أبحاث الكام إيه هي بقى تكونولوجيا الكوانتم دي اللي حتغير وجه العالم؟ وإيه علاقتها بالزكاء الاصطناعي؟ وإزاي الصين تفوقت على أمريكا الأول مرة في مجال من مجالات تكونولوجيا الكام؟ وإيه الأمريكيين حاسين بالرعب من الاختراقات الصينية التقنية المفاجئة اللي آخرها كان في شهر يناير اللي فات ده لدرجة إنهم أعلنوا حالة الطوارئ الوطنية بسبب تهديد الصيني حلقة مهمة جدا جدا بتوضح لنا جزء خطير من الصراع على المستقبل ومين ببساطة اللي هيقدر يفرد سيطرته على العالم بعد عشر أو خمستاشر سنة من دلوقتي؟ يلا بينا أنا أشرف إبراهيم والمخبر الاقتصادي فلاجديو هي منصة عربية تعمل على تمكين الأفراد في الاستثمار بطريقة مبتكرة وأمانة من خلال تقديم محتوى متنوع وموثوق ومراجعات غير متحيزة الوسطاء وبتوفر دعم مستمر العملاء من خلال فريق زو خبرة في عالم الأسواق المالية بيسهل عليهم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ونجحة المنصة بتوفر برضو فرصة فريدة لتقييم الشركات وتطوير مهاراتك بتجربة تعليمية شاملة استفيد بكل المزايا الحصرية مع فلاجديو وسجل دلوقتي وما تنساش تستخدم الكود اللي على الشاشة ده للاستفادة من العرض والحصول على كاشبك من 100 ل500 دولار على رأس مالك الاستثماري في الأول ضروري نعرف بسرعة إيه تكنولوجيا الكام دي وإيه تطبيقاتها قبل ما ندخل في الصراع الداير بين أكبر قوتين اقتصادياتين في العالم تكنولوجيا الكام هي مجال معقد من الفيزياء بيستكشف سلوك الجسيمات الأصغر من الزرات واللي هي اللابينات الأساسية لجميع المواد من خلال استغلال مبادئ ميكانيكا الكام زي التراكب والتشابك لتطوير أدوات وأجهزة قوية لها قدرات مزهلة فيه ثلاث مجالات أو ثلاث تطبيعات رأسية في تكنولوجيا الكام الحوسابة الكامومية والاستشعار الكامي والإنترنت الكامي علشان نفهم بس الموضوع الواصل لحد فين وركزوا معايا يا أخوانا علشان ده كلام خطير جد هنبص للحوسابة الكامومية مثلا هسألكم سؤال الأول هو إيه اللي بيشكل المشهد الرقمي في العالم دلوقتي؟ بالضبط أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية اللي كلنا بنعتمد عليها من أول الهواتف الزكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية ونظارات الواقع الافتراضي لحد ما نوصل للأجهزة العملاقة الخاصة بالشركات واللي بتقود دلوقتي ثورة الزكاء الاصطناعي كل الأجهزة دي اسمها أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية دي مختلفة تماما عن أجهزة الكمبيوتر الكامومية أو الحواسيب بتاع التكنولوجيا الكم دي الأجهزة التقليدية اللي تحت إدنا دلوقتي بتقوم بإجراء العمليات الحسابية واحدة بعد واحدة والوحدة الأساسية للمعلومات دي هي البت زي ما كلنا عارفين ودول بيمثلوا إحدى القيمتين الثنائيتين إما صف أو واحد الحوساب الكامومية بقى بتتبني على وحدة زاكرة أساسية مختلفة وهي الكيوبت والكيوبتات بتتكون من الزرات والجسيمات دون الزرية وبتتمتع بالمرونة لتمثيل الصفر أو الواحد أو الاثنين مع بعض علشان كده بتقدر تعالج عمليات حسابية كتيرة في نفس الوقت الخصائص المزهلة للحركة بتاعت الكيوبتات بتخلي قدرة الأجهزة دي خارقة على سبيل المثال لو جبت قاعة جهاز كمبيوتر موجود الوقت في العالم بأعلى إمكانيات وديته مهمة معقدة زي فك تشفير شفرة شديدة التعقيد مصر المهمة دي ممكن تاخد منه آلاف السنين علشان حلها كمبيوتر الكمي حيحل المهمة دي أو حيفك التشفير ده في وقت قد إيه؟ خمّنوا الفترة الزمنية كده في جزء من الثانية شيء فوق الخيال حرفية حد من حضراتكم يعرف الرجل اللي صورته على الشاشة ده ده أنا بعتبره أخطر شخص في الصين دلوقتي هو رايب إن شاء الله هنعمل عنه حلقة محصوص علشان نعرف هو بيعمل إيه بالزبط ولكن لحد ما ده يحصل هقول لكم ده بان جانوي اللي بيطلقه عليه في الصين أبو الكام العقل المدبر للجهود الصينية لتحقيق الريادة العالمية في تكنولوجيا الكام ومؤسس برنامج الأقمار الصينعية الكومومية في الصين الراجل ده بعد لقاء الرئيس الصيني مع كبار علماء في زياء الكام الصينيين في 2020 وهو كان على رأسهم طبعا نشر مقال خطير في الصحيفة الرسمية لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية قال فيه إن الصين كانت بتحاول تطور ثلاث تطبيقات مدمرة لتكنولوجيا الكام الحوسبة الكومومية ودي وضحناها من شوية والاستشعار الكامي هو التكنولوجيا اللي بتقدر تكتشف أو تقيس للطربات الجسدية بحساسية ودقة غير مسبوقة وبتشمل تطبيقات أجهزة استشعار كامية محمولة جوا تقدر تكشف عن غواصة مختبئة على عمق مئات الأمطار في قاعة المحيط أو أجهزة توجيه بتقدر تشتغل بشكل مستقل لعدة أشهر من غير إشارة GPS والتطبيق الثالث هو الإنترنت الكمي ودي تكنولوجيا حتؤدي للإتصالات فائقة الأمان لأنه حيتم استخدام جزيئات متشابكة لنقل الرسائل وبالتالي منع التنصط لأن أي محاولة لاختراق الرسائل حتتسبب فيه تغيرات في الجزيئات وده حينبه المستخدمين بشكل عام الأبحاث الكومومية حتساعد في تحيق اختراقات علمية مهمة وبمجرد تشغيل الحواسيب الكومومية اللي عندها قدرة مذهلة على سرعة المعالجة فده حيؤدي لتحسين الجودة وحيعمل ثورة في جميع الصناعات تقريبا من الطيران والسيارات للتمويل وإنتاج الطاقة النظيفة والأدوية لو أخذنا الأدوية كمثال فالحواساب الكومومية حتمهد الطريق لعلاج أمراض زي السرطان والزهايب وفقا لتقرير عملته شركة الإسرارات الإدارية ماكينزي في يونيو 2021 عن الحواساب الكومومية في أبحاث وتطوير الأدوية فقدرة الحواساب الكومومية على محاكاة جزيئات أكبر وأكثر تعقيدا بشكل أسرع بكتير هيساعد في علاج الأمراض وبالتالي ده بالنسبة لشركات الأدوية هيغير قواعد اللعبة والمفروض الشركات تفكر من دلوقتي في موقفها الاستراتيجي ناحية التكنولوجيا الجديدة الواعدة دي وبما أن التغير المناخي هو أحد كوابيس العالم دلوقتي فمحاكاة الحواساب الكومومية عالية السرعة هتساعد العلماء على تطوير بطاريات أو أسمدة أكثر كفاءة أو هتخليهم يلاقوا طرق مبتقرة يقللوا بيها انبعاثات الكربون مثلا طب إيه علاقة التكنولوجيا الكام بثورة الزكاء الاصطناعي الحالية؟ طبعا حضراتكم متابعين ثورة الزكاء الاصطناعي اللي بتحصل دلوقتي واللي بالكاد عقلنا قادر على استيعابها والتعايش معاها الزكاء الاصطناعي التوليدي زي شات جبتي وغيره من الأنظمة التوليدية اللي بتتطور بشكل مهول يوم بعد يوم تطورها المزهل ده مبني بالأساس على قدرة معالجة حاسوبية جبارة كل ما القدرة دي زادت كل ما زاد تطور وتقدم الأنظمة دي آه الثورة دي بقى الوقود بتاعها هي أجهزة كمبيوتر كلاسيكية حضراتكم متخيلين لو ركبنا أنظمة الزكاء الاصطناعي دي على حواسيب كمومية إيه اللي هيحصل؟ لو حابين نقرب الصورة نقدر نقول أن ثورة الزكاء الاصطناعي الحالية عبارة عن عربية أو سيارة ركبة على مطور 4000 سي سي زي موطير عربات البي ام كده مطور جبار بيدفع الزكاء الاصطناعي لحدود القصوى تخيل معايا كده لما نيجي نشيل المطور الـ 4000 سي سي ده ونحط مكانه مطور مليون سي سي مسلا أوس حضراتكم تتخيلوها بس وعقود صاروخي هيعمل تحول شامل في أنظمة الزكاء الاصطناعي ممكن نسميه يوم القيامة التكنولوجي دي بعض الأمثلة على الثورة اللي حتعملها تكنولوجيا الكم وإن كانت لسه في مراحلها التمهدية لكن مؤخراً الصين وأمريكا حقق اختراقات كبيرة فيها طيب إذا كان الوضع كده ليه ما يتمش تحويل أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية لحواسيب كمومية ويتم استخدامها تجارياً؟ في الوقت الحالي الحواسيب الكمومية بتشتغل في بيئة معقدة جد لازم تكون بيئة محمية وبتشتغل لفترات قصيرة وفي مهام محددة للغاية وبترتكب أخطاء كتيرة لازال العلماء بيواجهوا تحديات كبيرة في الحصول على الكيوبتات علشان يقدروا يحصلوا على التراكب والتشابك لفترة كافية لإكمال أي مهمة لحد الوقت حالات التراكب والتشابك والكمومية هشة جد ومن غير درجة حرارة معينة وظروف بيئية مناسبة بتفقد خصائصها بسرعة وبتتصرف بشكل فوضوي متقطع علشان الكيوبتات دي تشتغل بطريقة صحيحة لازم تتخزن في تلاجات خاصة عند درجات حرارة منخفضة جدا قرب النقطة اللي بتتوقف فيها الزرات عن الحركة علشان كده دراسة الحوسبة الكمومية بتتطلب موارد مادية وبشرية ضخمة وهنا بيتجلى التنافس والصراع بين الصين من ناحية والولايات المتحدة والدول الغربية من ناحية تانية في 15 فبراير اللي فات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية المعروف اختصارا بـ CSIS هو مركز أبحاث أمريكي شهير أصدر ورقة بحثية مهمة جدا وصادمة للأمريكيين فيما تعلق بالصراع المحتدم بين الصين وأمريكا في تكنولوجيا الكام المركز البحثي بيقول أن الولايات المتحدة قد تكون متخلفة بالفعل عن الصين فيما يتعلق بالتكنولوجيا الكمومية يعني على الرغم من أن أمريكا بدأت مؤخرا تفرط حصار على الصين وتمنع وصول مدخلات التكنولوجيا الكمومية لها زي ما عملت قبل كده في أشباه المواصلات إلا أن الوضع هنا مختلف شوية لأن الصين بالفعل وصلت لمكانة متقدمة في المنافسة وبتتجاوز أمريكا في بعض التطبيعات التكنولوجيا الكمومية وبتصرف على الأبحاث أكتر من الأمريكيين نفسوه بصوا معايا كده دول أكبر تسع دول بالإضافة للاتحاد الأوروبي أعلنوا عن تمويل تراكمي للأبحاث الكمومية خلينا نخدهم من الأقل للأعلى علشان نفهم رعب الأمريكيين جاي منين ده أقل تمويل في العالم في سنغافورة وقبلها الكيان الزفر وروسيا وكندا والهند زيها والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة وقبلوهم وبفارق كبير للاتحاد الأوروبي مين بقى الدولة الأكبر من كل الدول والكيانات اللي فاتت دي؟ الصين أعلنوا عن تمويل الأبحاث الكمومية بكام؟ بـ 15.3 مليار دولار أكتر من ضعف اللي تعهدت بحكومات الاتحاد الأوروبي مجتمعة وتمن أضعاف اللي تعهدت بأمريكي وفقاً لماكنزي فالإنفاق الصيني المهول ده حفز تطوير عشرات المعاهد البحثية الصينية المتخصصة في تقنيات الكم بالإضافة لوضع أول برنامج دكتوراه في البلد في تقنيات الكم وبالتالي ده خلق ثقافة عززت من التقدم السريع في المجال ده في الصين وفي خلال سنين قليلة كانوا بيجنوا النتائج أكتر من نص براءات الاختراع في مجال التقنيات الكمومية في العالم بتمتلكها الصين بنتكلم عن أكتر من 53% من براءات الاختراع العالمية مقارنة بـ 11.2% للإتحاد الأوروبي و10% بس لأمريكا الصينيين مركزين جداً في المساحة دي وحطناها كأولوية للأمن القوم الصيني وكل شوية بتصدر توجيهات من أكبر رؤوس في الدولة للعلماء والباحثين الصينيين أنهم لازم يحققوا اختراقات في التكنولوجيا الكمومية وغيرها من مجالات التكنولوجيا الفائقة آخر التوجيهات دي كانت يوم 29 يناير اللي فات لما صدرت وثيقة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العلوم والتكنولوجيا والأكاديمية الصينية للعلوم وإدارات الصينية تانية الوثيقة بتحث الأمة الصينية بأكملها على تركيز الموارد على تحقيق اختراقات تكنولوجيا في مجالات محددة زي الحوسبة الكمومية ووحدات معالجة الرسومات GPUs والروبوتات وواجهات الدماغ والحاسوب وغيرها من التقنيات المتطورة للسعي للسيطرة على صناعات المستقبل زي ما الوثيقة بتقول المبادئ التوجهية الجديدة دي حددت أهداف لتحقيق اختراقات فيما لا يقل عن مية تكنولوجيا أساسية متطورة بحلول سنة 2025 وإن الصين تصبح رائدة عالميا في مجالات معينة بحلول سنة 2027 قبل صدور التوجهات دي بأيام وتحديدا في أوائل شهر يناير الصينيين صدموا العالم باختراق جديد في الحوسبة الكمومية لما أعلنت شركة Origin Quantum Computing Technology الصينية واللي مقرها في مدينة خفي عن ظهور الجيل الثالث من الكمبيوتر اللي كان مفائق التوصيل Origin Wukong الشركة كانت سلمت الجيلين الأول والتاني من أجهزة الكمبيوتر الكومومية فائقة التوصيل للسوق الصيني في 2020 و2021 وده الجيل الثالث من الأجهزة الجبارة دي اللي كفقت وزادت بعشرات الأضعاف مقارنة بالجيلين اللي قبل كده وبكده الصين تنضم كثالث دولة بعد الولايات المتحدة وكندا اللي عندهم قدرة على تقديم نظام كامل للحوسبة الكمومية الأجهزة الكلاسيكية اللي العالم كله معتمد عليها دلوقتي بتستخدم شرائح السيليكوم في الأجهزة الكمومية بقى الوضع مختلف وفقا لبيان مشترك من مركز أنهوي لأبحاث هندسة الحوسبة الكمومية والمختبر الرئيس المقاطعة أنهوي لشرائح الحوسبة الكمومية فالكمبيوتر الكمي من الجيل الثالث مدعوم بشريحة كومومية فائقة التوصيل اسمها شريحة أو رقاقة ووكونج بتحتوي على 198 كيوبت بشكل إجمال وهي دلوقتي أكتر أجهزة الكمبيوتر الكمومية فائقة التوصيل تقدما وقابلية للبرمجة والتسليم في الصين عايز بس قبل ما نكمل نقف شوية عند شركة أورجين كوانتم الصينية اللي وقفة وراء الإنجاز العظيم ده أنتوا عارفين الشركة دي بتنافس أنهي شركات في الولايات المتحدة يا إخواننا عمالقة التكنولوجيا IBM وجوجل هم دول الشركات اللي بينتجوا حواسيب كومومية فائقة التوصيل وإن كان عدد الكيوبتات فيها أكبر إلا أنهم شغالين على تطوير الحواسابة الكومومية من التسعينات تقريب شركة أورجين كوانتم الصينية بقى اتأسست في 2017 بس على إيد قو كوبينج وقو جوانجيكان وهم علماء فيزياء كام في جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية المعروفة اختصارا بيو اس تي سي ورغم نشأة الشركة من وقت غصية نسبيا إلا أنها كانت وراء أول خط إنتاج للعقائق الكومومية وأول نظام تشغيل الكمبيوتر الكمي وأول نظام للقياس والتحكم في الحواسابة الكومومية في الصين ده غير براءات لاختراعك كتيرة اللي بتمتلكها الشركة الوليدة دي أورجين كوانتم دي يا أخواننا بتحتل المرتبة الأولى في براءات اختراع الحواسابة الكومومية في الصين والمرتبة الستة على مستوى العالم بعد الإعلان عن الجيل التالت من الكمبيوتر الكمي أورجين quantidade في يناير اللي فات الصينيين عملوا ريمونتادة غير متوقعة واتاحوا استخدام جهاز الكمبيوتر الكمي ده لأي حد في العالم بشكل مجاني في خلال عشر تيام بس تلتمية وخمسين الف زائر من واحد وستين دولة قدروا يستخدموا الكمبيوتر فائق السرعة ده والمستخدمين من الولايات المتحدة هم اللي تصدروا القائمة كمان الجهاز قدر ينجز حوالي 34 ألف ومهمة حوصابة كمومية في الفترة دي بس طبعا غني عن الزكر ان اجهزة الكمبيوتر الكمومية الامريكية مش مفتوحة للصين السينيين هنا في حقيقة الامر بيفردوا عضلاتهم على العالم كله بما في ذلك امريكا نفسها ومش كده وخلاص بيقولوا ان دي البداية بس في شهر نوفمبر اللي فات صحيفة ساينس ان تكنولوجي ديل الصينية الحكومية قالت ان شركة سبينك يقول متخصصة في صناعة الحوصابة الكمومية سلمت اول شريحة كمومية فائقة التوصيل اسمها كيو بيو تم تطويرها محليا لمعهد ابحاث علمية في الشرق الاوسط ولكن الصحيفة ما قالتش اسمه ايه وفي اي دولة بالزبط اتمنى انها تكون تبعت لمعهد بحثي في دولة عربية مش للكيان الزفر في الاخر المهم شركة سبينك يقول صينية دي اللي بتعتبر من بين اسرع الشركات الصينية في صناعة الحوصابة الكمومية اتأسست في 2018 في مدينة شنشن جنوب شرق الصين وانشأت بشكل مستقل مركز للبحث والتطوير لحوصابة الكمومية فائقة التوصيل وخط ينتاج لرقائق الكمومية فائقة التوصيل المدهش في الموضوع ان الشركة دي بتصدر منتجات الحوصابة الكمومية لدول في خمس قرات على رأسهم الولايات المتحدة نفسها وحلفائها زي كندا واستراليا وبريطانيا والمانيا وسويسرا والنرويج واليابان والبرازيل ودول تانية كتيرة وده بيظهر النفوذ الصين المتزايد في صناعة الحوصابة الكمومية على مستوى العالة الصينيين ماوقفوش لحد كده المرة دي الدربة جت من عند الأب الروحي لتتنوجيا الكم في الصين أبو الكامب اللي قاد فريق بحسي وحقق اختراق قياسي في الحوصابة الكمومية وفقاً لورقة بحسية تنشلت في شهر أكتوبر اللي فات في مجلة Physical Review Leaders الخاطعة لمراجعة النظراء الاختراق ببساطة كان تطوير أحدث حسوب كمي اسمه جو شانج ثري استخدموا فيه الفتونات وهي جسيمات صغيرة بتنتقل بسرعة الضوء كوسيد فيزيائي للحسابات قالت جو شانج اللي تسمت على اسم كتاب مدرسي قديم للرياضيات قدرت تحل مشكلة رياضية بلغة التعقيد في غضون جزء من المليون من الثانية انتو عارفين يا أخواتنا أسرح حسوب عملاق كلاسيكي في العالم هيقعد وقت قد يحل في المسألة دي الحسوب العملاق Frontier اللي الولايات المتحدة طورته وتم اختياره من منتصف 2022 كأقوى كمبيوتر في العالم هيقعد 20 مليار سنة علشان يكمل المهمة للحسوب الكم الصيني جو شانج ثري حلها في جزء من المليون من الثانية شيء مزهل ويلف العقل مش كده طبعاً في وسط الاختراقات الصينية المفاجأة دي الأمريكيين وقفين مزهولين زي اللي مضروب على دماغه زي ما ذكر تقرير بيتكلم عن سباق تكنولوجيا الكام بين الصين وأمريكا في صحيفة دي دبلومات إنه في السباق الكمومي ده اللي حيجي في المركز التاني حيكون أول واحد هيخسر ليه؟ لأن ببساطة أول دولة حتمتلك التقنيات الكمومية هيكون عندها مجموعة أدوات هتخليها تتغلب على الخصوم التانيين غير المستعدين الدولة دي هتقدر تكسر التشفير الحالي وحتبني شبكات اتصالات مشفرة غير قابلة للكسر وحتطور أجهزة الشعار أكثر دقة أول دولة في مجال الكم هتكون قادرة تهدد البنية التحتية المعلوماتية للشركات والجيوش والحكومات التانية بشكل أسرع من قدرتهم على الدفاع عن نفسهم فضلا عن تحكمها في سوق قيمة السوقية العالمية هتوصل لتريليون دولار بحلول 2035 علشان كده الأمريكيين مصدومين وبيحاولوا يستوعبوا اللي بتحققوا الصين رغم القيود الصارمة اللي فرضنها لوقف الزحف الصيني في المجال ده أحدث حزمة قيود كانت في أغسطس اللي فات لما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان حالة طوارق وطنية بسبب التهديد الصيني بايدن أعلن أن الخطوة دي هي حالة طوارق وطنية للتعامل مع التهديد بالتقدم من قبل الدول المثيرة للقلق في التقنيات والمنتجات الحساسة ذات الأهمية العسكرية أو الاستخباراتية أو المراقبة أو القدرات الصيبرانية لهذه البلدان وطبعا ما كانش فيه دولة تانية تم الإشارة لها في إعلان الطوارق ده غير الصين بالإضافة للمنطقتين الإداريتين التابعتين لها وهم هونج كونج وماكاو القيود الجديدة اللي فرضها بايدن بتهدف لتقييد الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية في ثلاث مجالات وهم التقنيات الكمومية وأشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وبعد أنظمة الزكاء الاصطناعي بعد إعلان حالة الطوارق الوطنية الأمريكية وفي شهر أكتوبر اللي فات لجنة تابعة للكونجرس الأمريكي خاصة بالصين بدأ التحقيقات مع شركة رأس المال الاستثماري سيكويا كابيتل بخصوص استثماراتها في شركات الحوسبة الكمومية الصينية وشركات الزكاء الاصطناعية وأشباه الموصلات الصينية سيكويا كابيتل ما كانتش هي شركة رأس المال الاستثماري الوحيدة اللي تم التحقيق معاها في شركات رأس المال استثماري تانيين زي جي جي في كابيتل و جي اس آر فينتشرز و والدن انترناشنال و كوالكم فينتشرز ده ما كانش التديق الامريكي الوحيد على الصين في مجال التقنيات الكمومية سبقوا في 2021 إدراك ثلاث منظمات صينية للحوسبة الكمومية على قائمة الكائنات الخاضعة للعقوبات والصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية وبالتالي ممنوع أي شركة أمريكية تبع لهم منتجات بدون ترخيص وقتها وزارة التجارة الأمريكية قالت ان الثلاث كائنات الصينية للحوسبة الكمومية دول بيدعموا التحديث العسكري للجيش الصيني وبيطوروا تطبيقات لمكافحة التخفي ومكافحة الغواصات والقدر على كسر التشفير و من 2019 وزارة التجارة الأمريكية بتجري مشاورات مع شركات الدول الحليفة لمنع بيع المكونات الحيوية الخاصة بالحوسبة الكمومية للكينات الصينية زي مثلا ثلاجات التخفيف اللي بتخلق درجات حرارة منخفضة جدا للتحكم والتلاعب بالكيو بتاعت فيه ثلاث شركات هما الأكبر في تصنيع ثلاجات التخفيف المستخدمة في تكنولوجيا الكام وهم بليوفورس آي في فنلندا وأكسفورد أنسترومينس نانو ساينس في بريطانيا وجانس يو ألتي في الولايات المتحدة الثلاث شركات دول كانوا بيسيطروا على حوالي 70% من السوق العالمي لثلاجات التخفيف في 2021 وبطبيعة الحال كانوا بيقيدوا وصول الصينيين لأجهزتهم دي والإدارة الأمريكية كانت بتفكر تفرض حظر شامل على بيع الثلاجات دي للصينيين ولكن الرد الصيني كان أسرع من أيام قليلة بس وتحديدا في 28 فبراير اللي فات ده أعلنت الصحف الصينية أن الدولة بدأت الإنتاج الضخم لثلاجة اسمها EZQ وهي ثلاجة تخفيف لرقائق كمبيوتر كمومية فائقة التوصيل الصحف الصينية قالت أنه في ظل الحصار التكنولوجي اللي بتفرض الدول الغربية على الصين واللي قيد ووصلها للمكونات الحيوية اللازمة لأبحاث الحوسبة الكمومية قدر الباحثين في مركز أبحاث إنهوي لهندسة الحوسبة الكمومية وشركة كوانتم سي تيك وهي الشركة الصينية رائدة في تقديم أجهزة وخدمات تشفير الاتصالات الكمومية يطوروا ثلاجة تخفيف تتوفر تجاريا للعملاء في جميع أنحاء العالم كمان وبدأوا يسلموها للعملاء بالفعل اعتبارا من الربع التاني في 2023 وبكده حتنهي الصين اعتمادها على الشركات المصنعة الدولية وبالذات من فنلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الصين أصبحت الكابوس الأكبر للأمريكيين في مجال التقنيات الكمومية فوبيا بتعاني منها الولايات المتحدة لدرجة الاتعادة عن أي شيء متعلق بالصينيين لدرجة أن كبيرة المسؤولين التجارين الأمريكيين كاثرين تاي بتقول لبي بي سي من كام يوم أن الانخفاض الحاد في التجارة مع الصين ممكن يكون شيء إيجابي مش سلبي السنة اللي فاتت الفين تلاتة وعشرين انخفضت كمية البضايع اللي باعها أكبر اقتصادين في العالم أمريكا والصين لبعض بنسبة سبعتاشر في المية وسط حالة الانقسام الحاد في الاقتصاد العالمي بين القوتين الكبار في العالم اللي بيبتعدوا عن بعض وده بيكلف الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة وفقا لدراسة عملتها منظمة التجارة العالمية فالانقسام بين الصين والولايات المتحدة هيكلف الاقتصاد العالمي خمسة في المية من الناتج المحل الإجمالي وعلى ذكر منظمة التجارة العالمية اللي دورها تراجع جدا في السنوات الأخيرة وما بقيتش قادرة تسيطر على انتهكات قواعد التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم فمن أيام قليلة انعقد المؤتمر الوزاري الثلاثتاشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي علشان يبحثوا إصلاح المنظمة والاتفاق على تحديث قواعد التجارة العالمية وده مهم جدا لأن منظمة التجارة بقت زي الرجل العجوز اللي فقد السيطرة على الرعية بتاعته فلازم يكون فيه إصلاحات بتعالج حالة التراهل دي وفي شهر يناير الجاي إن شاء الله غالبا هنشوف دونالد ترامب في البيت الأبيض تاني وبالتالي متوقع نشوف مزيد من فرض التعريفات الجمهورية على الصين وتعريفات جمهورية الصينية مضادة وبالتالي ارتفاع وطيرة الحرب التجارية بين الدولتين وده حيدر الاقتصاد العالمي بشدة مش عايز أطول عليكم أكتر من كده في النهاية عند سؤال لحضراتكم تفتكروا الصين حتى التفوق على الولايات المتحدة في مجال تكنولوجيا الكام؟ هتابع إجابتكم في التعليقات ما تنسوش تشوفوا موقع فلاج ديو واستفيدوا من الخدمات اللي عليها ويا ريت لعابدكم الحلقة تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة وأهم حاجة تحكوا لأصحابكم وحبابكم عننا يمكن يستفيدوا سلام اشتركوا في القناة